بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب هناك شخص سيكون في أسفل طبقة من طبقات النار احذر أن تكون هو من هو هذا الشخص الذي خصص الله له الدرك الأسفل من النار ما هي مواصفاته؟ إنها الثلاث مواصفات انتبه معي أخي الحبيب رجاء الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا المنافق لماذا جعله الله أدنى من الملحد يعني أكثر عذابا من الملحد والكافر والمجرم لأنه أكثر خطرا على الناس من الملحد الملحد الحاده واضح المجرم جرامه واضح السارق معروف يتجنبه الناس الزاني معروف الذي يغش في تجارته معروف أنت تستطيع أن تتجنبه بينما المنافق يظهر لك الإيمان والتقوى والصلاح وتجد علامات الإيمان الوهمية الظاهرة على وجهه يخدع الناس بكلامي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم هذا الإنسان أشد خطرا على الناس من المسلمين ومن غير المسلمين لماذا؟ لأن الناس يعطونه ثقتهم يثقون بهذا الشخص الذي يتظاهر بأنه إنسان تقي حريص على الإسلام يدافع عن الإسلام يحب الخير للمسلمين وهو في حقيقة أمره يبطن العداء ويحاول أن يخدع المسلمين وأن يضرهم ويؤذيهم ويتآمر عليهم وما أكثرهم اليوم طيب كيف نميز بين المنافق والمسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديثا لطيفا جدا وجميلا الحقيقة وتعريف رائع للمنافق قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث احفظ معي هذا الكلام أخي الحبيب وطبقه على نفسك سوف نكتشف في نهاية هذا الفيديو أن نسبة من ينطبق عليهم هذا الحديث للأسف نسبة كبيرة جدا بين المسلمين لذلك اليوم المسلمون في الدرك الأسفل للأمم بالنسبة للحضارات والتكنولوجيا أول صفة للمنافق إذا حدث كذب قبل أن أكمل هذا الحديث يجب أن تنظر إلى نفسك وتسأل هل أنت تكذب يعني هل كم مرة تكذب في اليوم كم مرة تكذب في تجارتك إذا أردت أن تبيع شيئا لا تعطي معلومة صحيحة للآخرين كم مرة أخفيت معلومة عن الآخرين كم مرة كذبت على زوجتك أو على أبيك أو على صديقك كم مرة إذا سئل عنك تتظاهر بأنك لست موجودا أو أنك كنت كذا أو كنت مسافرا كم عذرا تقدم كل يوم للآخرين لكي تبرر عدم التزامك بعملك أو مواعيدك أو كذبك أو إلى آخرين يعني تعالج الكذب بكذب آخر كم مرة أنت بينك وبين نفسك قيم نفسك بناء على هذا الحديث إذن إذا حدث كذب تجد المنافق يكذب وسبحان الله يعني كلما كان المنافق شديدا في النفاق كلما استطاع أن يقنعك أكثر بحديثي كلما استطاع أن يوهمك بأنه صادق طيب ما هي الصفة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أدت من خان سأعطيك تجربة بسيطة تستطيع أن تختبر في مجتمعنا اليوم كم نسبة من يخون الأمانة تجربة أو اختبار بسيط أنت بينك وبين نفسك إذا أقردت شخصا مبلغا من المال من دون أن تأخذ أي ضمانات وقلت له وكفى بالله وكيلة وكفى بالله شهيدة الله شاهد علينا خذ هذا المبلغ وأرجعه في الموقع في الوقت المحدد أو التوقيت المحدد كم نسبة الناس الذين يلتزمون بأداء الأمانة ويعيدون هذا المبلغ في التوقيت أنت فقط أجب أنا لا أريد أن أجيب لأننا إذا قمنا بتجربة على الواقع ستكون النتائج كارثية ستكون كارثية نحن اليوم في المحاكم ودور القضاء ودوائر الشرطة تجد أن شخص يقرد شخصا مبلغا ثم يأخذ كل الضمانات شيك بلا رصيد يأخذ سند أمانة يأخذ شهود تواقع كل ما تتصبح على الرغم من ذلك يأكل هذا المال نسبة النصابين اليوم كم هي؟ طيب نسبة من إذا أتيح له أن ينصب ويأكل أموال الناس كم هي النسبة؟ ليس كل الناس متاح أمامهم أن يأكلوا أموال الآخرين ولكن إذا أتيح لك وكنت في مطلق الحرية فقط الله شاهد عليك كم نسبة التزامك بالأمانة؟ إذن إذا كنت أنت لا تؤدي الأمانة لأهلها إذن أنت تقع تحت هذه الصفة الثانية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أتمن خان الصفة الثالثة وما أكثرها اليوم أحبتي في الله وما أكثرها للأسف عدم الالتزام بالموعد أنا شخصيا يعني خلال تجربتي وجدت في على الأقل في وطننا العربي أن نسبة من يلتزمون بالموعد قليلة نسبة الأشخاص الذي إذا أعطاك وعدا التزم به نسبة قليلة للأسف الشديد تختلف طبعا من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى ولكن النسبة ليست كبيرة هذه النسبة نجدها في بلاد ما تسمى بلاد الكفر وأنا طبعا ضد هذه التسمية لأن الأرض كلها لله لا يوجد بلاد كفر وبلاد إيمان الإنسان هو المؤمن والكافر أما هذه الأرض هي كلها لله سبحانه وتعالى طيب كم نسبة من يلتزم بالموعد نسبة قليلة طيب إذا طبقنا هذا الحديث اليوم على الناس من حولنا كم نسبة المنافقين بناء على هذا الحديث يعني كم واحد الآن بين المسلمين أو من ينتسبون للإسلام طبعا الذي يفعل هذا ليس مسلما ولكن هو ينتسب بالهوية للإسلام كم نسبة من يكذب ولا يلتزم بالموعد ولا يلتزم بالأمانة ستجد النسبة كبيرة للأسف لذلك الله سبحانه وتعالى ينزل علينا هذه الأوبئة وتجد هذه المشاكل والكوارث لابد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى أرجو أخي الحبيب أن تتذكر هذه الآية وتحفظها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وتذكر أنك إذا كنت تمارس صفة من هذه الصفات الثلاثة مباشرة أتركها لكي لا تكون في الدرك الأسفل من النار ولياذ بلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب يوم أليم وأن يجعلنا من الصادقين الذين لا ينقضون الميثاق والذين يلتزمون بوعودهم ويوفون بعهودهم والذين يعني لا يخدعون الناس ولا يكذبون وأن نكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته